المرافق الوطنية للأرصاد الجوية بالمغرب تتطلع بدور رئيسي في الإدارة الاستباقية لمخاطر التقس والمناخ وفق وزير التجهيز والماء نزار بركة خلال ندوة في إطار أشغال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ إذ سلت الضوء على عمل المديرية العامة للأرصاد الجوية الذي يساهم بشكل فعال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات ورفاهية المواطنين السيد بركة أكد أن جهود المؤسسة تجعل المغرب في كامل جاهزيته للحد من الأخطار الطبيعية ذات الصلة بالتقس والمناخ عبر نظام يقظات جوي معترف به على نطاق واسع من المتخصصين ويضمن التوقع المبكر للمخاطر من أجل تعبئة فعالة للموارد وإعداد أمثل وإدارة فعالة لحالات الطقس الخطيرة وأشار وزير التجهيز والماء إلى أن تغير المناخ أصبح اليوم يشكل واقعا ملموسا يجب أخذه بعين الاعتبار على جميع الأصعدة مشدد على أن التصدي لهذه التحديات يستلزم اليقظة الدائمة وضرورة الانتقال في مفهوم إدارة الأزمات القائمة على رد الفعل إلى إدارة معرفة المخاطر القائمة وعلى الاستباقية على أساس علمي وتكنولوجي ويشارك المغرب في أشغال كوب 28 بوفد رفيع المستوى ترأسة صاحبة السمو الملكية الأميرة للحسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ويضم وزراء وممثلي مؤسسات عمومية والقطاع الخاص وكذا القطاع المصرفي إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني اشتركوا في القناة